استقبل دولة رئيس وزراء الهند السيد نارين درامودي في قصر حيدر أباد في نيودله اليوم صاحب السموء الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفور وصول سموه لقصر حيدر أباد التقطت الصور التذكارية بعد ذلك عقد أو عقد اجتماع ثنائي بين سموء ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند نقل خلاله سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين لدولته فيما حمله دولته تحياته وتقديره للملك المفدى ثم عقد سموه ودولة رئيس وزراء الهند اجتماعا موسعا جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة وبحث أفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها إثر ذلك وبحضور سموء ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند جرت توقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين وهي برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار باهارتي نيو ديلهي الهند كما تم الإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية شكرا